بسم الله الرحمن الرحيم أروني ماذا خلقوا من الأرض أن لهم شركم في السماوات اتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل من من يدعو من لدون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهو عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بيناتهم قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أن يقولون افترى قل إن افتريتوا فلا تهلكونني من الله شيئا وأعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا ما بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل به ولا بكم إن اتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عهاد الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على نذله فآمن فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإن لم يفتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ورصينا إنسان بوالديه إحسانا هملته أمه كرها ووضعته كرها وحوله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعنى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريته إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدان لي أن أخرج وقد خلت القرون من قبله وهما يستغيثان الله وإنك آمن إن وعد الله حق فيقول ماذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوسيهم أعمالهم وهم لا يغلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واجتر أخا عادل إذ أنذر قرموا بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأثكنا عن آل يدنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العن عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكن إني أراكم قوما تجهلون فذلما رأوا عارضهم مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منطرنا بل وما استعجلتهم به ريحا فيها عذاب أليم تدمر كل شيئا بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزل قوما مجرمين ولقد مكنناهم فيما إن مكنناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعا ولا أبصارا ولا أفئدة من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق به ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصراتنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربان الآلهة آبا ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإن صرحنا إليك نفرهم من الجين يستنعون القرآن فدهل ما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إلا سمعنا كتابا منزلا لبعد نسى مصدقا لما بين يديه يهديه إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجد في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ونميعي بخيطهن بقادر بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فادوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار البلاغ فأن يهلك إلا القرن الفاسقون